بعد دخلت عيشة للسجن سيبدأ الرجل يسول عليها حيث يترجع ويبدأ يقلب على مراته وولاده ومن بعد ما شاهده سنرى اللي خدامه مع عيشة فلابونغ غادت مشاهد الأم ديالها وغادت تعلمها الأم ديالها وغادت تسخف وغادت يبقى فيها الحال بزاف على بنتها قبل ما تكشف على السبب اللي خلالها أنها تمشي للسجن اللي غادت تكتشفوا من بعد هو أنها بسبب خدها خديجة حيث هي اللي طالبت بالورد وهي ما بغاش تضيع داك الورد اللي خلوا ليها الوالدين ومشيت وصرقات الفلوس وعطاتهم ليها. أما راجل العيشة السابق عنده الفلوس وشبعان فلوس وطموبيلات وحديد تكشع ليش غاد يبقى يسول على مراته من اللي غاد يعرفها بأنها مشدودة متهمة الصريقة هنا غاد يبقى مشاعدها وغاد يطلقها معها غاد يبقى لقاء في السجن أي ياخد معها موعد وغاد يبقى أنه يبقى يعاونها ولكن هي غاد يترفض هو غاد يبقى يركز عليها وغاد يقول لها عيشة احنا راح عدنا الوليدات وادي وحنا راح مشاركين بالوليدات خاصة العتقك من هذه السجن هي غاد يترفض كم العادة وعانيدة وراسها قاسح ولكن غاد يبقى غاد يبقى غاد يبقى من بعد غاد يدير ليها محامي بشي خرجها من الحبس وغاد يكبر في عينها مدام راجلها غاد يخرجها من الحبس هنا غاد يبقى يكبر في عينين ولاده ومن بعد غاد يبقى وغاد يبقى وحتى غاد يسامحوا لي على ذلك الشي اللي يدير فيه وحيتمشى وخلاهم اللي كانوا صغعة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر